نبدأ مع حضرتكم أهم الأخبار التي تصدرت الصحف اليوم نبدأ معاكم أول خبر بعنوان علماء الأمة بمؤتمر الأوقاف يشيدون بدور رئيس السيسي في مواجهة الإرهاب أشهد علماء الأمة المشاركون من مختلف دول العالم بمؤتمر الأوقاف في دورته الثلاثين بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في مواجهة الإرهاب وفي كلمته قدم الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دافع دفاعا صادقا عن هذا الوطن الذي أراد به الإرهابيين كل مكروه وسوء وبشجاعته ووقفة الشعب خلفه حافظ على دينه وتراثه وأمنه مما كان له أبلغ الأثر في استقرار الوطن وسلامته من كل سوء أريد به